محافظة نينو دمار لا يزال عنوانا عريضا لمشاهد الحياة في هذه المحافظة التي انهكتها العمليات العسكرية وبنية صحية متهالكة تستصرخ من ينتزعها من مأساة كبيرة تعيشها ظهرت ملامحها جلية في مواجهة فيروس كورونا مدينة الموصل احدى مجن المحافظة التي تأن من الاهمال الحكومي والفساد الكبيرين وقلة الدعم لمستشفياتها منذ زمن طويل اهمال وفساد القياء بظلالهم السلبية على صحة مواطني المدينة وخاصة مع ظروف مواجهة فيروس كورونا يرادنا تكاتف اكثر مساعدات اكثر حتى تدنى المستشفى ان الموصل كافة يرادها في الدعم يرادها في النظرة اكثر زيادة حتى نقدروا نشوف المستشفيات يعني بالموصل تقدمنا خدمات زايدة الاهمال الحكومي لمستشفيات الموصل في مواجهة كورونا ترافق كذلك مع سوء تخطيط وادارة للازمة فاقم ازمة الفقراء وذوي الدخل المحدود في المحافظة ما اضطر الكثير من مواطني المدينة لكسر حضر التجوال لتأمين قوتي يومهم الاجراءات اللي صارت الحكومة العراقية غير كافية لانه فقط حضر التجوال ما فعلوا اي شيء للمواطن المواطن يعني بحاجة لقوة يومي الرواتب الرواتب يعني تعرف اكثر الناس عايشة على الاجور اليومية واكثر الناس يعني هسا قاعدة بالبيت عطالة بطالة لا وفروا انهم قوة يومي لا شيء يعني اتقد هالاجراءات اللي صارت كلها غلط بغلط اليوم احنا نعرف واحد واربعين بالمية من المجتمع العراقي يعيش تحت خط الفقر فهذا اليوم انت منتقعد بالبيت وما توفروا سلة غذائية وما توفروا الحصة التومينية لمفرداتها ما تتجاوز تلثم مفردات فهذا شيء اكيد راح يضطر الى الخروج للعمل باي عمل كان حتى يمن قوت العائلته الفساد الحكومي واهمال المواطني في جميع قطاعات الحياة فقم معاناة العراقيين وبالذات اهالي مدينة الموصل التي ما لبثت ان خرجت من حرب لم ترحم لا انسانا ولا حجرا حتى دخلت حربا قاسية مع فيروس كورونا حربا تؤكد الوقائع جميعها ان السلطات الحكومية ستتركهم فرادا في ميادينها ترجمة نانسي قنقر